معايا بقى عبر الهاتف الان من كود بوار زمان العزيز الاستاذ هيسم التبعي الصحفي الرياضي صاحب هذا السؤال لروي بيتوريا في المؤتمر النهاردة يا هيسم مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا طيب النهاردة السؤال كان زاكي جدا ومباشر جدا بس المفاجأة كانت انه قبل ما روي بيتوريا رد كان محمد صلاح راضد مصر مش متعودة بقالها عشرين سنة انها تطلع من دور المجموعات صحية واعتقد ان شاء الله ما يحصلش يعني بس يعني والمؤتمر بيخلص اللجنة الفنية بتاعت المؤتمر الاعلامي قررت ان انا اسأل فيتوريا يعني يبدو في السنة ونصف اللي فاتوا فيتوريا ما عمش حاجة يحصل على جدل وهو اللي يعني انهل الجدل بعدها بدل غضب عمش الكتاب الكتاب بيتوريا بس انا مسمعكش اجابته كان بيخص بيخص اللي فهمناه انه فيه مشروع اقوط شوية شجر من الاسف الصوت مش واضح خالص. الشبكة فيها مشكلة عنك تقريبا. اه للتواصلات هي جدا الحقيقة. ما نعارف اه ما نعارف. طب كمل اه كده الصوت هو واضح ان شاء الله يكمل. هل عندك معلومات فيما يخص صفر محمد صلاح الى ليفربول وصلتك معلومات جديدة. اصدر بيان وقال ان هو مش هيتسافر الا بعد المباراة. ولكن البيان كان بيتضمن ان محمد محمد مش يعود وده النقطة الهام. الا مع الدور نص النهائي. بيختلف مع المتخب اعراضه يوم الجمعة. صحيح. هو مباراة كامفرد ومباراة دور الاستصار. احنا اللي قدام حقيقة اخرى انها قد يغير حتى عن ربع النهائي. حالة احالة مصر جعل نقطة. بالاسابات يعني حسب ما اتمعناه هو. هيسم اتبعي زمالنا الصحفي الرياضي من كودفور. انا عاسف جدا مش قادر اسمعك خالص. الشبكات بالمناسبة هناك صعبة جدا دايما التواصل بيننا وبالموجودين في كودفور صعبة جدا. انا بشكرك شكرا جزيلا. وبشكرك مع كل زملاء الصحفيين المصيرين ناضي كرام وجودين في المؤتمر الصحفي كايت اسئلتهم ممتازة جدا يعني. اشتركوا في القناة